المباراة كانت صعبة وتوقعنا إنها ستكون كذلك إذا لعب الرجاء بصورة أفضل كان من الممكن أن يفوز لكنهم أضاعوا الوقت طيب عايزة أقف عند النقطة دي عايزة أقف بقى عند النقطة دي يرجعوني لو سمعتوا طيب أنا طبعا فرقة الرجاء فرقة محترمة والنهاردة لعبه الشوت الأولاني شوت جيد جدا فرقة منظمة عارفين بيعملوا إيه في الملعب في الملعب كويس جدا ولكن أنا مش قادر أفهم إيه العقلية إيه العقلية بتاعة اللعيبة اللي وهي كسبانة 1-0 وهي كسبانة 1-0 كل همها في المطش إن هي عايزة تضيع وقت أنا مش فاهم إيه الكورة دي يعني أنا بتفرج أنا حياء يعني 70% من حياتي بتفرج على مطشات كورة بحيب الكورة بشوفوا كل عدة في العالم اللعيبة وهي كسبانة في معظم الأوقات بتحاول إن هي تجيب التاني بالذات إن أنت فريق كبير مش فريق صغير يعني أنا بنتكلم هنا على الرجاء المغربي اللي فايز ببطولة أفريقيا أبطالة دوري 3 مرات والكونفدرالية أعتقد مرتين فريق كبير مفيش لعيبة بتاعة فريق كبير وهي كسبانة 1-0 بتعمل المنظر اللي هو عامله اللي هو عامله اللي هو عامله اللي هو عامله اسمه إيه بن حليب صح؟ بيبص على الساعة بن حليب لا يسف معلش بيبص على الساعة وبيضيع وقت إيه ده؟ أنا مشوفتش كورة كده في حياتي أنا إيه العقلية دي؟ إيه العقلية بتاعة اللي عيبة بتضيع وقت بديها 55 و60 أحداد عمال كل كرة يخش فيها يقع على الأرض بيحاول ياخد فاول وبيحاول أنه يضعط للوقت محسن متولي نفس الكلام كل اللعيبة كل اللعيبة اللي موجودة في المرعب كلهم بيضيع وقت بيضيع وقت بديها 65 و50 لسه بدري قوي ودي مش عقلية فرقة كبيرة ما حدش يزعملني أنت النهاردة فرقة كبيرة دي آه في حاجة اسمها أن أنا في حاجة اسمها أن أنا بلعب بزكاء أن أنا آآ 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 ببطأ ريتم المطش في حاجات كتيرة في الكرة ككده ببطأ ريتم المطش أن أنا بكسر الهجمات المرتدة اللي عليها بفاولات دايما آآ بقف قدام الكرة قبل ما تتلايب بعطل اللعب كل ده في الكرة ده الفرقة الكبيرة بتعمل كده فيش مشكلة عادي إنما النهاردة من دقيقة 55 يعني أنت بتتكلم في نقص 35 دقيقة غير الوقت الضايع لعيبة الرجاء المغربي اللي هو من أعظم الأنداف أفريقيا بتضع وقت أنا مش فاهم إيه العقلية دي والله والله العظيم إن أنا أول لما شفت لعبة الرجاء بالضايع وقتفل بالشكل ده بدري عارف إن الأهل هتعادل وهيكسب عارف إن الأهل هتعادل وهيكسب كنت متفرج على المطش مع أمي ومع مراتي بتقولهم الأهل يقول اللعيبة دي اللي هي بتعمله الأهل هتعادل وهيكسب أنا عارف هي الكرة كده أقول لكم ليه بقى لأننا وأنا بلعب وأنا بلعب لما كنت شوف اللعيب اللي قدامي وهو متعادل معايا أو خسران بيحاول يضيع وقت كنت بكتسب ثقة زيادة عارف اللي قدامي ده خايف مش عارف إن عابني ومش بيصدق إن هو كسبان كسباني إنما لما لقي لعيب وهو كسبان وعد صفر بيلعب عادي وبيلعب كرة وبيلعب الكرة بتاعته وبيلعب بثقة كل حاجة ابتدى أقلق منه ابتدى ثقة تيب نفسي بتيتنزل شوية إنما النهاردة قلتلكوا أسباب كتير الأهل يكسب بيها للسوبر الأفريقي صح؟ وماتش النهاردة لكن واحدة من أهم الأسباب عقلية لعيبي الرجاء العقلية الصغيرة الصغيرة مع كل احترامي لنادي الرجاء وجماهيره العقلية الصغيرة بتاعت لعيبة الرجاء لعيبة بتضيع وقت الشوط التاني كله بتحاول إنه يتضيع وقت ده أهم هدف لي فربنا بيعقبك ربنا بيعقبك معه ربنا برضو من أهم أسماءه اسمه العدل العدل مش بيعقولها بقى أنا راجل بحاول ألعب كرة وبحاول ألعب كرة نظيفة وبحاول إن أنا إن أنا أجيب جون وأكسب وإنت بتحاول إن أنت تعمل حاجة غير الجيم اللي بنلعبه وربنا هيكافأك هيكافأك برة فاكرين يعني فيه يعني وأنا بحبه جدا طبعا أنا أسف إن أنا بجيب سيرته في وسط المقاطة ده اللي كان مشهور بالقصة دي لكان الحمد لله بطلها مثلا الهاني سليمان كان كل مرة بيضيع وقت الهاني سليمان طبعا كان في الاتحاد ودلوقتي واحد من أفضل الحراس فاسموحا كنت باستغرب كل مرة كان بيحاول يضيع وقته يفضل نايم على الكرة ويضيع وقته تعيروا ربنا مديله على دنكه وآخر دي أجون حصلت معاه أقسم باللابت عشرين مرة هيك كرة كده ونفسي المدربين بتوعنا ومنشوف لأسف بنشوف الكلام ده في الدورة المصر كتير تعليمات من المدرب هو كسبان ضيع وقت مرة كنت بلعب قدام مدير فني كبير كان كسبان واحد صفر وأنا كنت ماسك ودي دجلة وهو كان ماسك فرقة كبيرة واحد صفر والدكتور والعيب بيمثل فالدكتور يعيني بتاع الفرقة بتاعته نازل بيجري سبرينت والله العظيم لو تشوفه عمل إيه في الدكتور كان يترضه برا الملعب برا الاستاذ بقى بيزحق فيه انزل بالراحة بالراحة الدكتور يعيني ده رجل دكتور اللي يهمه اللي هو صحة اللعيب ومعرفش اللعيب ده بيمثل ولا يا عيني واحد يقول له انت عايز تخسرنا تخيلوا ان فيه ناس عقليتة كده النهاردة الرجاء فريق كبير وعظيم وطحب تاريخ كبير جدا لكن لعبيه لعبوا الشوت التاني بعقلية الصغار خدوها كده هيدلاين انا بقوله ترجمة نانسي قنقر